مع المصرشار الجليل سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية للمحكمة الدستورية العليا أدوار عظيمة ولكن الدور الأعظم للمحكمة الدستورية كان بعد 2011 عندما كانت المحكمة الدستورية محطة أنظار الكثيرين من دول العالم سواء الدول الإقليمية أو الدول الخارجية ما الذي قامت به المحكمة الدستورية من أجل الحفاظ على سدنة العدالة والحفاظ على الدستورية القانونية في الدولة المصرية وطبعا معروف أن المحكمة الدستورية تاريخ طويل فمنها رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور ورؤساء أو رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنف الجبالي والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ للمحكمة الدستورية وقع كبير في نفوس كل مصري ومصرية ما الذي تمثله هذه القناة لدينا؟ أولاً الذي قلته يا أستاذ مصطفى عن المحكمة الدستورية لم يأتي من فراغ ولم يأتي منذ فترة بسيطة المحكمة الدستورية العليا تمارس دورها في مصر بكل إخلاص وثقة واستقلال وبكل حيدة وساعد في هذا الاستقلال وأكده وساعد عليه وأكد حيدتها قيادة البلد السياسية الرئيس عبدالفتح السيسي من هنا المحكمة الدستورية العليا قامت بالدور الذي أشرت إليه فلم يعد دور المحكمة الدستورية العليا مقصوراً فقط على الفصل في المنازعات الدستورية والدعاوى الدستورية إنما المحكمة الدستورية العليا بنت بيئتها تساهم في تطوير البيئة إذا احتجتها مصر في وقت من الأوقات وجدتها مصر احتاجت المحكمة الدستورية العليا فأخذت رئيسها رئيس المحكمة المستشار عدل منصور ليتولى رئاسة مصر بصفة مؤقتة حتى تعبر مصر هذه الفترة العصيبة من تاريخها أدى الرجل الدورة كما يجب لدرجة أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي شكره بصفة شخصية وذكر اسمه في احتفال عيد القضاء بعيده فالمحكمة الدستورية العليا هي مؤسسة مخلصة لبلدها تعمل على تحقيق الأمن الداخلي لمصر كلها الدولة والمواطنين فالمحكمة الدستورية العليا لها دور كبير وهي قد قامت بهذا الدور على أكمل شكرا جزيلا سعادة المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا على هذا الحوار الخاص للتلفزيون المصري شرفنا بقودنا مع حضرتك النهاردة الله يكرمك وشرفتني أنتو أيضا في دار العدالة الدستورية في مصر المحكمة الدستورية العليا